في الوقت مشاهدينا خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع أعتقد بيهمنا كلنا خلاص يعني شوية كده وجوه يبدأ يتغير مع قرب دخول فصل الشتاء واللي بيعتبر بيئة مناسبة لزيادة انتشار الأمراض التنفسية أو الفيروسات زي كورونا وإنفلوانزا طيب إزاي نقوي مناعتنا؟ إزاي نحمي نفسنا من مخاطر الإصابة بالفيروسات دي؟ أسئلة كتير جدا هارف إجابتها من دفنا دكتور أمجاد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصلق واللقاح صباح خير على حضرتك دكتور وأهلا بيك معنا في صباح الخير مصر صباح خير على حضرتك وصباح خير على السيدة المشاهدين صباح خير على حضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيك يا فن طيب قبل ما أدخل في فكرة إحنا إزاي نقوي مناعتنا عايزة أعرف من حضرتك إزاي أصلا أقدر رئيس مناعتي يعني أنا أعرف منين أن أنا مناعتي ضعيفة أو مناعتي كويسة متوسطة أو لا مناعتي قوية أعرف إزاي خلينا نقول ما فيش حاجة اسمها أزود منعتي المصطلح ده قد يكون مصطلح طبي للأطفال ولكن كبار السن أو البالغين نقدر نقول إزاي أحافظ على جهاز مناعي متوازن خلاص الشخص البالغ هو وصل لمرحلة مناعية أنه كل أجهزة تكتملت بما فيهم الجهاز المناعي اللي هو عبارة عن منظومة مش جهاز واحد منظومة من عدة أجهزة بعد سن البلغ بنقول أحافظ على جهاز مناعي متوازن لأننا عندي حاجة اسمها مناعة مفروطة مناعة ذاتية ودي حاجة خطيرة وفيه عندي ضعف مناعة فإننا أحافظ على جهاز المناعي المتوازن دي شيء مهم جدا لكن أقوي مناعتي المصطلح ده ممكن يكون مناسب لطفل لسه في مرحلة النمو فإزاي أشكل هذا الجهاز وقوي ليصبح جهاز مناعي متوازن تقوية المناع اللي بنشوفها دي موجودة واللي بتعلن عنها على أساس أنها أدوية بتقوي جهاز المناعي للكبار دي تتطبري مصطلح غير طبي لكن أحافظ على جهاز المناعي بفيتام بأدوية بتاعت إشراف طبي لشخص هو محتاج لهذا ده اللي ممكن نتكلم فيه لكن مفيش حاجة أسماء خط ده هيقوي مناعتك هو أنت محتاج ده ولا لأ ممكن مريض روماطايد مريض زئبة مريض مناعة ذاتية مريض أصلا مش محتاج ده مريض عنده العنصر ده جسمه فيه زيادة أنا بدخله الكمية أكبر يضر الكلا يضر الكبت ولكن أقول له أحافظ على جهاز المناعي متوازن إزاي وأقول له طفل قبل مرحلة بلغة أقوي مناعتك إزاي طيب المضادات الحيوية يا دكتور يعني فيه ناس عارك بتتكلم ده على مقاويات المناعة فيه ناس بتفرط بقى في المضادات الحيوية هل ده بيؤثر على الجهاز المناعي أم لا بيؤثر ده شيء نقيدي تماما زي ما حدك بتقول إن إحنا قعدنا ثلاث سنين في ظل كورونا الناس كلها بتاخد كم من مضادات حيوية في عدوى فيروسية زي الفنونزا وكورونا لا ما فيش داعي أصلا من الأساس أن أنا أخو مضادات حيوية لا حسن أتعب مفيش الكلام ده خالد بالعكس المضادات الحيوية فرط استخدامها تؤدي إلى مقتل أو إن إحنا بموت البكتيريا النفع في الجهاز الهضمي وإنه هو البكتيريا الضرق وده بيأثر على منعتنا فرط استخدام المضادات الحيوية بينمو جيل من البكتيريا مقاومة إلى المضادات الحيوية فبالتالي إنما تصاب عدوى بكتيريا شديدة ممكن المضادات الحيوية ما يجيبش نتيجة معك لإن الجهازك المناعي اعتاد على هذا النوع والبكتيريا حصل مقاومة ضده وبالتالي ممكن هذا المضاد لا يصلح فرط استخدام المضادات الحيوية بدون داعي لإنها أغلب عدوى فيروسية في الأصل ما بتحتاجش إلى مضادة حيوية يؤدي إلى نمو البكتيريا النفعة في جسمنا يؤدي إلى وجود سلالات من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وبالتالي يحدث نوع من ضعف المناع فبالتالي غير مستحب استخدام مضادة الحيوية غير مستحب الإفراط في الفيتامين اللي احنا بنقول عليها بزرط مناعتها إلا تحت إشراف طبي لشخص الطبيب يرى أن هذا الشخص يحتاج إلى هذا النوع من المضادة من الفيتامينات أما طفل بقى صغير أنا لأ عايز أشكل منعته عايز أبنيها ببنيها إزاي أو بحسنها وبقويها إزاي عن طريق أشياء مهمة جدا نقدر نتكلم عن خمس أشياء ولقاحات الخمس أشياء أول حاجة فيهم الغذاء تغذية هي الشيء الأهم للطفل عشان نبني جهازه المناعي إزاي أبني جهاز مناعي الطفل عن طريق الغذاء الغذاء البروتيني هام جدا لطفل إن أنا أغذيه غذاء بروتيني عالي الجودة قليل الدسم قليل السكر أبد عنه المواد الحفظة أبد عنه المواد الصناعية أبد عنه الأكلات الدسمة أبد عنه الأكلات الغالية بالسكريات العالية لأن كل هذا يؤثر على مناعة الطفل ويؤثر على نموه أكثر من المعادن من الزنك من فيتامين سي من عن طريق أغذها من مصادرها الطبيعية من الفواكه اللي بتحتويها فيتامين سي زي الجوافة والبرتقان من الزنك ناخده من البقليات والمقصرات فيتامين دا ناخده من الشمس ومن السمك كل هذه الأغذية وأبعد عنه الأكلات اللي فيها مواد مكسبات طعم وحاجات ملونة لأنه كل دا بيقصى على مناع الطفل دي بنسميها التغذية المناعية السليمة ودي أول كابسولة لبناء جهاز المناعي تاني كابسولة لو الطفل يستطيع يمرس أي نوع من الرياضة أو نشاط الرياضي مهم جدا أن الرياضة بتحس من أداة دورة دموية بتنشط هذا الجهاز المناعي تالت كابسولة المدخنون بالذات الكبار والتدخين السلبي للأطفال التدخين عنصر سلبي ويأثر على منعة أطفالنا ويأثر عليها بالسلبي ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض يبقى البعد عن التدخين سواء كان إيجابي أو سلبي رابع كابسولة النوم طفلي ينام بدري وقصط من النوم لا يقل عن 8 ساعات يومين ده مهم جدا لزيادة إفرازات الهومونات الخاصة بالجهاز المناعي الكابسولة الخمسة البعد عن التوتر والألأ والإنفعالات الزايدة للقبار لأن ده بيأثر على أطفالنا وبيأثر على منعتهم دول خمس كابسولات منعية لجهاز مناعي متوازن هنضيف عليهم اللقاحات اللقاحات مهمة جدا 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 لأن دي هي التي تعطي المناعة ضد العدوات الفيروسية لقاح الإنفلوانزة مهم جدا في بدخل الخريف والشتاء لقاية من الإنفلوانزة لقاح كورونا مهم جدا لأن احنا لسه في جائحة لم يعلن انتهاءها وبالتالي قبل أن نكمل في الجراعات التعزيزية من لقاح كورونا مهم جدا طب أهميتهم السنة دي إيه بالذات؟ لأننا هدخين على الخريف وزي ما حتك قلتي موسم انتشار العدوات التنفسية بما فيها الإنفلوانزة والبرد وكورونا وكورونا في الفترة الأخيرة وبالذات مع الموجة الستة ابتدت حدته تقل لأصبح يشبه دور البرد أو الإنفلوانزة وبالتالي أنا مقبل على عدوات تنفسية متشبهة في أعرضها الحل إيه؟ أقوي منعتي أو أحسنها وظيفية زي ما نقولنا بالأشياء اللي احنا قلناها وكذلك أن أنا أخذ لقاح الإنفلوانزة ولقاح كورونا إذا تم جهاز مناعي متوازن بالإضافة إلى لقاحات هيعدي الخريف والشتاء بدون مشاكل صحية ده بالنسبة للأطفال يا دكتور لكن هرجع تهيل السؤال الأول بالنسبة للكبار دلوقتي أنا أقيم مناعتي إزاي؟ أبقى عارف أن أنا مناعتي ضعيفة محتاج أن أنا أخليها أو أحافظ عليها زي ما حضرتك قلت أو أخليها متوازنة زي ما حضرتك قلت أو أنا مناعتي قوية محتاج يمكن للحفاظ على هذا التوازن محتاج مثلا فيتامينز تانية محتاج معاملة تانية أعرف مين أقيم منين جهاز المناعيين خلال التحليل ولا ما خلاله؟ قبل الفحص وقبل التحليل آه التحليل المهمة بس التاريخ المرضي أنا شخص كل شهر بعية بيجي للتهاب رأوي أنا شخص بيجي لنزلة كل أسبوعين كل شهر بعية بسخد بيجي للتهاب رأوي بخش المستشفى ويقول لي إيه الحق ده أنت عندك عدوى بكترية لا الشخص ده هو لازم يتجه للطبيب لفحص مناعي ونشوف هو لا مش من الطبيعي أن شخص يصاب بدور نزلة أو التاب رأوي كل شهر يبقى معدل الإصابة بالأمراض المعدية هو معدل مناعي كلما قسرت إصابة الشخص بنزلات البرد والنزلات الرئوية يبقى هذا الشخص قد يكون ضعيف مناعية يحتاج إلى فحص طبي عن طريق بنعمل تحليل دم شاملة خاصة بصورة الدم وخاصة بالأجسام المضادة والأجسام المناعية في دمه إذا ثبت وجود خلل ما بيتم إعطاءه تعويض على هذا الخلل طب هل هي الأجسام المضادة هي الحاجة الوحيدة المهمة للمناع هي طبعا هي الحاجة الأساسية ولكن هناك عناصر مكملة بتحسن من هذا زي الزينك مثلا زي فيتامين دال نقص فيتامين دال قد يؤثر على مناعة الشخص نقص الزينك قد يؤثر على مناعة الشخص فإذا تم فحصه أنه سليم بالنسبة للأجسام المضادة قد يكون هناك عناصر معدنية يحدث فيها بعض النقص تحت إشراف طبي يتم إعطاءها لهذا الشخص ولكن في حالة أنه يكون هناك تاريخ مرضي أن الشخص هذا يتعرض لنزلات بمعدل أكثر من الشخص الطبيعي هو معدل للشخص الطبيعي قد إيه؟ إحنا في الموسم كله ممكن يجي لك خمس أدوار بردة أو إنفلونزة طول السنة كلها لكن لو شخص أو طفل بيجي له كل أسبوعين دور وبيخش المستشفى وبيتحجز وحرارته بترتفع يبقى قد يكون هذا الشخص بالفعل لديه مشكلة ما مناعية فبالتالي يتم الفحص الكشف الطبي وإجراء بعض التحاليل الخاصة بالمناع والمعدل في حالة احتياجه هذا الشخص له عنصر معدني معين أو أجسام مضادة معينة يتم تعودها لهذا الشخص ففي حالة عدم احتياجه العودة إلى الطبيعة أغز العناصر المعدنية من مصادرها الطبيعية بالجرعات المعتادة غير ذلك الإفراط في المكملات الجزعية من الفيتامين قد يكون له أثار جانبه على الكيلة والكبد ومنحنا خلي بالك بنأخذ بلا وعد بأن ثلاث سنين بناخد فيتامين ودي كم أو وقت كبير جدا أنت مش بتاخد مرة وتبطل لأ أنت في استمرارية في ظل جائحة كلنا كنا بنتكلم عن المناعة والخوف من الإصابة جعل الناس كتير جدا جدا تلجأ تتجل الزينك وفيتامين سي طب اللي بياخد زينك وفيتامين سي كنوع من أنواع الوقاية واستمر عليهم برضو فرط استخدام فيتامين سي يؤثر وتكوين حصوات على الكلة فرط استخدام الزينك قد يؤثر على الشخص بالنسبة كبير على الكبد والكلة فبالتالي الجرعات البسيطة اللي اعتادتها من المصادرها الطبيعية هي الأضمن أنت ما عندكش حاجة عايز تاخدها وقائية لما خدها من الغذاء من الخضرواتك من الفكهة خدها من مصادرها الطبيعية إلا إذا ارتأى الطبيب أن لديك نقص في عنصر الزينك أو لديك نقص في عنصر فيتامين دات ممكن تأخذها في صورة فيتامين تحت إشراف طبيعي طيب دكتور برضو بنسمع دايما أن الحالة النفسية تؤثر على المناعة بشكل مباشر تعليق حضرتك إيه؟ العامل النفسي وفي ظل ثلاث سنين من فوبيا وخوف كورونا يجعل الشخص أكثر استعداداً للدخول في مضاعفات الإصابة فرص الإصابة للجميع واحدة ولكن الشخص المضطرب الخوف والقلق وفوبيا للإصابة تجعلك أكثر عرضة للدخول في مضاعفات ممكن تكون أنت مناعياً سليم لكن خوفك وقلقك من الإصابة والخوف المرضي من الموت والقلق من كورونا بيجعل الأشخاص أكثر عرضة للدخول في مضاعفات الشخص السليم مناعياً اللي ريسيناً ده هي نوع من الفوبيا أو القلق والخوف عند الإصابة الإصابة تعدي بسلام بسبب أن مناعته جيدة بيتم حفاظ على المناعة الجيدة دي عن طريق اللي احنا قلنا عليه فبالتالي ما بيخشش في مضاعفات شخص الألوء الخايف الشخص التوتري الانفعالي يدخل في مضاعفات أكثر من شخص غيره لأن المناعة تبقى مضطربة وظيفياً وليس عددية كفائتها بتقل فرص الدخول في مضاعفات أكثر للشخص المضطرب أو النفسي أو العاصمي أو التوتري عشان كده أغلب الأشخاص التوتريين دخلوا في مضاعفات أثناء دول كورونا خوف المرضي من العدوى كورونا إنه هيخش الرعاية خوف المستشف بالفعل قد تؤثر على منعته بالسلب وبالفعل قد يدخل في مضاعفات عند الإصابة يعني بشكل عام نقدر نقول الواحد مفروض أنه هو يلتزم بجدوى العمل إزاي علشان يقي نفسه عمل كده يعني لو نقول رشدة سريعة يا دكتور رزاء سليم رياضة بعد عن التدخين بعد عن القلق والتوتر النوم الصحي المبكر واللقاحات ومهمة جدا لأن ده الموسم بتاعه نفس ستمبر هو موسم الحساسية موسم النزلات موسم العدوى الفيروسية فبالتالي غزاءنا المناعي والرياضة والبعد عن التدخين بضافة إلى لقاح الإنفلونزا وهو مهم جدا العام ده بالذات لأن إحنا سيكون هناك عدوات فيروسية متشبهة خلال خريف الشتاء ناخد لقاحاتنا لا تزال لقاح الإنفلونزا مهم لا يزال لقاح كورونا مهم في هذه المرحلة إن الكورونا لم تنتين فبالتالي الإقبال على منظومة اللقاحات شيء هام ضروري وزي ما قلنا أيضا البعد عن التوتر والألأ والإنفعال يبقى الغزاء والرياضة والبعد عن التدخين والنم مبكرا والبعد عن الألأ والتوتر زائد اللقاحات المنظومة دي الخمس كابسولات واللقاحات هو ده اللي هيعدي جهازك المناعي ويخليك تواجه أي عدوة فيروسية بدون أي مضاعفات وهيجعل الإصابة إذا حدثت تكون إصابة بسيطة بدون أي مضاعفات خطيرة طيب دكتور في الوقت ده من السنة في ناس بيبقى عندها حسايا من الوقت ده حديدا وناس أصحاب أمراض الجيوب الأنفية وما إذا يدلوقت إيه المفروض يتصرفوا إزاي هل اللقاحات اللقاحة الإنفلوانزة مثلا يكون مفيد بالنسبة لهم ولا فيه علاجات تانية طيب هو مريض الحساسية يتحسس من تغيير الفصول من التراب من الغبار من الخريف واقتلاف درجات الحرارة الإصابة الفيروسية بالبرد والإنفنزة تهيج الجيب الأنفي وتهيج الصدر وتؤدي إلى أزمات ربوية والتهاب في الجيوب الأنفي فهو الخطوة زي محاتيك تقولتي أن أنا أمنع الإصابة بمضاعفاتها عن طريق لقاح الإنفلوانزة طيب هو بيمنع الإصابة بيمنع الإصابة بنسبة ما ولكن الأقصر هو المنع المضاعفات الخطيرة من الإصابة بمعنى قد تصاب بالإنفلوانزة ولكن بدور بسيط بدور أخف بدون مضاعفات خطيرة على الجيوب الأنفية أو على الرئة فبالتالي لقاح الإنفلوزة مهم جدا إيه تاني؟ العودة لمريض الحساسية ومريض الرابو اللي استغنى الفترة الفاتة عن علاجه وبخخاته العودة في هذا الفترة اللي أغزى البخخات مساعة الشعب ومضادات الهستاميل اللي الشخص كان بيعتاد استخدامها وبطل استخدامها لأن حالته مستقر لا ستمبر أكتوبر هو الخريف هو تغيير الفصول هو موسم النزلات لمريض الحساسية فبالتالي الوقاية من الآن بالتغذية المناعية باللقاحات بيأخذ أدوية الحساسية في هذه المرحلة شيء هام جدا وضروري لمريض الحساسية ليه أعداد المصابين بالإنفلوزة وبالكورونا بتبقى في أعلى معدلاتها في فصل الشتاء؟ ما بنشوفش ده في الصيف طب هقولك حاجة تاني لا مش في الشتاء بقى ده في الخريف أكتر اللي هو الموسم اللي جاي معدل الفيروسات أكتر ليه؟ لأن الخريف مشهور بتقلباته الجوية على مدار اليوم مش على مدار الأسبوع بمعنى أنت ممكن النهاردة تنزل الصبح بتيشارت ترجع بالليل تلاقي الدنيا بيضا بالفعل أو بطلت التكييف النهاردة شغلته بكرة النهاردة ساعة النهاردة بعد على مدار اليوم اختلافات درجات الحرارة تؤدي إلى نشاط فيروسي تؤدي إلى صدمات حرارية ولكن الشتاء مع سبط درجة حرارته مع الصقيع بتقل النزلات ولكن مع اختلاف درجات الحرارة اللي هي عشرة تسعة عشر احداشر هو أكثر موسم لانتشار عدوات الفيروسية ودول الأشور اللي احنا بنحذر فيهم الناس من الإصابة بالإنفلوانزا إن احنا دول بنقولهم اللقاح مهم في هذا التوقيت في شهر تسعة وشهر عشر وكذلك المريض الحساسية اللقاح مهم في هذا التوقيت والمحافظة وطول الوقاية هي الأهم يعني أحافظ على نفسي إزاي ثبت درجة حرارتي ما فيش حاجة اسمها أنا نهاردة حر أقوم أقلع لا أثبت لأن لسه الجو لم يثبت لدرجة حرارة إن أنا خلاص هشدتي التكيفات والمراوح وتغيير الجو ما فيش حاجة اسمها أخرج من جو سائع لجو سخن أو جو سخن لجو سخن حفاظ على درجة حرارتي باللبس القطني المعتدل سواء جو سائع شوية أو سخن شوية أستحمل ما فيش حاجة اسمها أخفف مرة واحدة أو أتقل مرة واحدة على مدار اليوم كل ده بيعرض جسمك لاختلاف في درجات الحرارة ويجعل عرضة أكتر لأن العدوة الفيروسية تختار الجسمك بسهولة بما أن حضرتك شددت على تلقى اللقاحات أريد أن أعرف من حضرتك هل كل شخص يقدر أنه يتلقى اللقاحات أم لا يوجد أجسام لا تستجيب لبعض اللقاحات مين يأخذ اللقاح الأول فوق 6 أشهر لقاح الإنف الوزن قبل 6 أشهر لا يأخذ لقاح الإنف الوزن مين تاني لا يأخذه لو شخص النهاردة عنده دور ارتفاع حرارة جديدة سيأجل أخذ اللقاح سيأخذه بس مؤجل لحين انخفاض الحرارة دول بس في حاجات أمراض أمراض اسمها متلازمة متلازمة مناعية بتؤثر على الأعصاب ودي مش خطر جدا أنه نأخذ فيها لقاح الإنف الوزن دي من الحاجات المرضى اللي عندهم حساسية من البيض وفارط حساسية من البيض لأن اللقاعات مصنعة من البيض ده مش يأخذ اللقاح غير كده من جميع الأمراض المزمنة سواء السقة أو الضغط أو أي مرض مناعي آخر يأخذ هذا اللقاح يبقى احنا ممنوع لتحت 6 أشهر في ارتفاع الحرارة يؤجل متلازمة جوان بريل اللي هي متلازمة الشلال الرباعي دي خطيرة جدا أنه نأخذ فيها اللقاح لأن اللقاح بيأثر عليها هي دي موانع أخذ اللقاح فقط لغير غير كده السن مفيش مشكلة فوق 6 أشهر الحوامي الآمي جدا أنه نأخذ اللقاح أمراض المزمنة زي السقة زي الضغط زي القلب أخذ لقاح الإنف الوزن بل بالعكس مهم جدا لهذه الفئة لأنها بزي ما قلنا أكثر عرضة للدخول في مضاعفات عند الإصابة شكرا دكتور جامجد الحدد للحساسية والمناعة بالمصلة واللقاح شكرا جزيلا لحركة ربما وطحت لنا وحطت لنا على رشدة بشكل عام لتعامل مع فصل الشتاء وقدوم هذا الفصل وخصوصا لمرضى الجهاز التنفسي